ناور ثم حار فإلى طهران استدار محاولا إثبات السيادة واختلاف حكومته عن سابقاتها فنفى الأولى وأكد الثانية عندما توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أول زيارة له إلى إيران وسائل إعلام إيرانية قالت إن زيارة الكاظمي ستستغرق يومين بنفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع يشمل وزراء الخارجية والنفط والكهرباء والمالية والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي زيارة بهذا المستوى لم تكلف الجانب الإيراني سوى إرسال وزير الطاقة رضا أردكاني لاستقبال الكاظمي الذي أجل زيارته للمملكة العربية السعودية وبادر شرقا إلى طهران غير أن اللافتة في الأمر أن زيارة الكاظمي جاءت بعد يوم من مثيلتها لوزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف إلى العراق ولقائه عددا من المسؤولين وقادة الأحزاب ما أثار علامات استفهام سياسية فضلا عن تجاوز الأعراف الدبلوماسية بشكل سافر عبر لقائه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وضع إيران المتداعي يظهر جزءا مخفيا من الزيارة لا سيما أن توقيتها تزامن مع المزيد من العزلة والضغط الدولي والحصار الاقتصادي الأمريكي في مقابل وضع مشابه في العراق فمن ينتظر ممن المساعدة وهل لدى دولة محاصرة ومنبوذة إقليميا ودوليا كإيران ما تقدمه لنفسها فضلا عن العراق مراقبون رأوا بعدا آخر للأمر فقد يطلب الكاظم من إيران لجم الميليشيات المرتبطة بها وتخفيف الوطأة عليه نظرا للحرج الذي تسببه لحكومته بهجماتها الصاروخية لكن المعضلة الأساس التي واجهتها جميع الحكومات المتعاقبة عدم القدرة على الموازنة بين نفوذ إيران وسطوة ميليشياتها والحاجة للدعم الأمريكي وتثبيت أركان الحكم بيد أن الممسكين بطرفي خيط السلطة في العراق بدأوا يستشعرون فقدان سيطرتهم مع بزوغ فجر جديد أعلنت عنه حناجر ثوار تشري شكرا للمشاهدة